مرحبا التوليل هي من المشاكل الجلدية الشائعة وكلنا معرضين إليه بحلقة اليوم من دكتور كوستي سيبس رح نحكي عن التوليل شو أسبابها من الأشخاص اللي هن معرضين أكتر من غيرهم لحتى يلقطوها شو هن الطرق العلاج وشو هن القشة اللي يزم نعملها لحتى منع دي غيرنا خليكم معنا للتوليل الإجمالة بيكونوا مرجودين على الجسم بسبب فيروس لهو هومن بابيلومافيروس هن إجمالا ما بيقزوا ما بيتحولوا لشي سرطاني بمعظم الأحيان ما بيزعجوا ولا بيواجعوا إلا إذا كانوا موجودين على منطقة في عليا كبس ليه بيصيروا؟ لأنه بيجي الفيروس على الجلدة ويبلش تكاتر ويبلشوا يبينوا على جسمنا بمعظم الأحيان منشوفهم على الإيدين ومنشوفهم على الإجرين بس مش يعني بمعقول يطلعوا بمحلات تانية بالجسم بمعظم الأحيان منشوفهم عند الأشخاص اللي هن عمرهم أقل من 20 سنة بس أكيد فينا نشوفهم عند أشخاص على عمر أكبر هل التولية المعادية؟ أكيد معادية مثل حقيقة لفيروس معقول نعدي شخص تاني لحتى نعدي الشخص التاني لازم يكون فيه direct contact يعني لازم نحط التلولة على جلدة الشخص التاني لحتى تقدر تنقل من شخص لشخص بمشكل شخص بيدق بتلولة يعني رح يطلع له تلولة إذا كانت جلدتك فيها تشققات إذا كانت الجلدة شوية مهرية أو إذا كانت كتير رطبة فيه احتمال إنه الشخص سلقت تلولة إذا كنا مشيين حافيين بمنطقة شوية منى ناعمة معقولة هي دي تقدلها تشققات بالجلدة ومعقولة نلقت الفيروس من هيك في كتير أشخاص يبلقتوا تولير على إجريهم بعد فصل الصيف إذا كانوا عم يمشوا حد البسين بمنطقة اللي هي منى الأرض بتكون ناعمة فيها بتقدلها تشققات وبيخلينا نلقتها الفيروس شو هن الأشياء اللي لازم نعملها لنتفايدة أنه نعدي غيرنا وشو هن الأشياء اللي لازم نعملها لحتى ما نعدي حالنا لأنه هذا الفيروس معقول ينتشر عنا قبل ما ننقله لشخص تاني أما الأشياء اللي لازم تعاملوها لحتى ما تعدو غيركم هي التالية إذا كان عندكم تولير لازم أشخاص اللي عندهم تولير إذا كانوا على إجريهم ما يخلوا أشخاص تاني يلبسوا الشوز تبعولون أو يلبسوا الكلسات تبعولون اشياء الثاني اكيد الاشخاص اللي عند توليل ما لازم يخلوا اشخاص تاني يستعملون لمناشفهم لانه هودون المناشف معقول يكون عليهم الفيروس الهومن بابيلوما فيروس اذا كانوا بيمشى حافين لازم يحطوا بلاستر ووتر بروف لحتى تضل المنطقة اللي عليها توليل ضل مبطئية افضل شي اذا كان عندهم توليل على اجرهم لازم يضلوا اللبسين مشيات او فليب فلابس باجريهم اما شهي الاشياء اللي يعملها الشخص لحتى ما يعدي حاله من اهم الاشياء هي انه ما لازم يقشروها او يلعبوا فيها للتلولة لانه معقول تعد بعضها الشتين اللي ما لازم يعملوها اذا عندهم تلولة ما لازم يحطوها بيتمهم او يجربوا يقشروها بيتمهم واكيد اذا كان عندهم التلولة على اصابيعهم او على ضفيرهم ما لازم يكلوا ضفيرهم لحتى ما يطلع لهم توليل حواله تمهم او بنص تمهم اما العلاجات فهي عديدة بحلقة اليوم رح نحكي عن العلاجات اللي هي اكتر شي مستعملة واللي هي اكتر شي تعطي نتيجة من اهمه هو الليكويد ناتوجن او الازات الازات هو مادة سائلة حرارتها 198 تحت السفر هاي دي اجمالا مستعمل لحتى نحرق فيها التواليل اجمالا منعوذ اكتر من جلسة وليزين بين الجلسة والجلسة نمتر بين اسبوعين واربع اسابيع بين الجلستين فينا نستعمل مواد اللي هي مصنوعة من ساليساليك اصد والاكتك اصد هؤدول اللي فينا نستعملهم لحالهم ببعض الاحيان بس بمعظم الاحيان نستعملهم مع الليكويد ناتوجن لنقدر نتخلص من التواليل بطريقة سريعة الاشياء الثاني اللي فينا نعملها هي انه اذا كان الشخص استعمل العلاجات التقليدية وما استفاد ساعة بهذه الحالة من الافضل انه ينعمل جراحة تنشار التلولة وينعمل اكيد علاجات من بعد الجراحة لانه فيه ريسك او احتمال انه ترجع التلولة بعد الجراحة لهون من الكنو وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقتنا بتمنى بحلقة دكتور قستي ستيبس كون جوابت عن كل الاسئلة اللي هي بتهمكن عن التواليل اذا عندكم نحيل لسؤال بليز تركوه بخانة تعليقات وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي وتعملوا لفولو على فيسبوك تويتر وانستغرام انا بشوفكم بحلقة جديدة اشتركوا في القناة